الآن راح نتعلم الفورستاتمت هم بالأغلب الكلية عادة في الفورستاتمت بس هذا مقدمه حق درس الدرس الياي راح نتعلم شون نسوي database locally ونستدعي منها خلال الفور وراح نقول لكم الفرق بينه وبين ال while يعني متى نستخدم هادي متى نستخدم هادي فاليوم راح نسوي وراح نستخدم فيه عشان نسوينا buttons بالدرس هذا وإن شاء الله راح نحط لكم الرابط فوق هني هني فوق الرابط حق الدرس القادم بإذن الله وعشان هذي أساسيات بس حق اللي ما يعرفون بالبرمجا وايد يعني بعدهم بالبداية الفورستاتمت طبعا حنا حين قبل أبلش نسوي view based application عادي view controller و main storyboard حلو الفور عندنا ثخانات فيه بأغلب اللغات يمكن أكثر الفورستاتمت عندنا و conditional increasement التعرف لك متغير حلو مثلا خنقول متغير راح نسمي هو انتجة لكم بالأغلب وخنسمي y equal all عطينا قيمة كأنك أقول لها بما أن بما أن مثلا y أصغر من 10 أسوي statement إذا كان مثلا يسوي 10 هتسوي إذا كان أكبر من 10 ما تسوي حلو y يأما تزيد يأما تنقص بالأغلب نزيد y plus plus يعني واحد يعني وعند 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 هذه انتجر معنز لاء أنتجر خارجية انتجر وعند سمي كولن الزين حين راح اقدر استخدمها وهنين نقدر نخلي المنطقة اكس بلاس 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 راح تزيد الزين صارت نفس الحين الفور الزين اكس ويت اكس بلاس واحد حلو الزين صارت الاكس هذي هذي الوايل تشابه الفور لكن الفور افضل في حال عندنا اللوب المتكرر في حالة ثانية للفور اللي هي مثلا انا باخذ كل الاشياء اللي موجودة بالفيو كل السبو فيوز نزين كل محتوياتها فاقول فور هني اشيل كل هذا حذفة اسويلي متغيري جيد نزين خينقول مثلا انا باخذ كل الصور اللي موجودة او مثلا باخذ كل كل الانس راي بخلب انس ان دكشناري نزين فراح سوي سوي انس دكشناري هني اسمي دكت مثلا ان ان بس نزين تكتب اسم الاراي مالكي هني نزين فراح سوي انس راي خيالي هني تي بترعضي انس راي الاراي in this array or array with objects objects احساس مثلا 1 2 3 حلو اه فراح سقول لها الحين Array يعني ان array انقول له كل الاشياء اللي داخل الاراي يحطيها بالدكشنري هذا نزيل بعدين هو رايح يحطه باي الديفولت الحين بستخدم الدكشنري هذا نزيل فراح يقول له مثلا النسلوغ اه برينت دكت لاين اي شي هذا اسمه نزيل حين عشان يطلح تحت بال الكونسول تحت نزيل راح يقول له اه دكت اوبجيكت فور كي اوكي احني سوري نازم في كومة سين اوبجيكت فور كي دكت اضع هني في كومة بعد هني راح اكتب اسم مثلا واحد او ثلاثة في حال لقى واحد راح يغطيني قيمة نزيل في حال ما رقى الواحد وما راح يغطيني قيمة بس في شي احنا هني عندنا اه الري الديكتشنري شنو في ميزة انه نعطي اسم اسم ثابت ومتغير معه اما الري اسم واحد بس اه فهذي احنا العادة هذي نستخدمها بالسيربر من استدعمل السيربر نستخدم الطريقة هذي عشان عندنا من السيربر نينا اسم ثابت ومتغير يما اسم ثابت ومتغير حلو فهذه الطريقة اللي حين ما راح نستخدمها راح نستخدم اللي قابها فرح نشئلكم بطن بروغرغام مثلي زين UiButton برمتين اي مثلا سمي button equal UiButton analog init with the frame cgrocketmc هنقول X0 وال Y راح نسوي ديناميك يتغير مثلا عشرة راح يصير 10 حلو plus هنقول 20 هدا راح نخلي المسافة من فوق 20 نفتح قوس Y هني الضرب تحط دائما مساء ارتفاع البطن والزيادته ببينهم مثلا هنقول ارتفاع البطن 30 ونبي زيادة فرق بينهم عشرة فهذا راح نحته 40 الوث راح نقول sales.view ارضو الشاشة different size.width هذي هنقول height 30 قنا انا راح ولكم الحين بطن حط الخلفية بس background color equal ui color black color حلو هل ستواجد كم الحين محلو ثم محلو محلو وراح اوقف التصوير بعدين أردلكم الآن نعمل ثلاثة ليس صرابة هذا المهم حين خلونا العدد هذا تضبطونا مع بعض مادر ايش انصرت تذي ها اوكي انا بلشت من صفر طبعا حتى العشرة حلو الزين الحين صار عندها تشوف مسافة تقريب عشر ارتفاع الوحي ثلاثين وقلينا مسافة من فوق عشرين طبعا في برامج يتقليسون المسافات فالحين مو مو من المحور حديثنا هذا فالحين سوينا بطنس عن دقيق اللوب حين تابعت تحط شو نسوي خلق البطن تابعت تيب من ثم من عرية تسوي خارجي زين راح تعمل مثل عرية هنين فوق عرية 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 خلق البطن عرية عرية توقع في ناديه. شو نادي شكيف فاضي حقك. نزيل. ثلاثة. اربعة. حمسة. نزيل. فالحين انا انا راح اكتب الكود ما الاعدادات شي سريع بسيطة. انا راح اشرع الفيديو شوي عشان الوقت. الحين انا اللي سويته. هنا غاية اللون زين ضفت التكست. ها طبعا الان فورمات عشان يقرأ الاري. هذا يحسب رقم الاري يعني اي اندكس فيهم. حين احسر عندنا كراش لان هذي العدد هم مثل ما تشوفون خمسة وحنا حاطين عشرة يحسر كراش لانه ما فيه بس حد الكاونت ما لها خمسة. فهن يوفوض الكاونت ما لك يصير اربعة لانه يبلش من صفر صفر واحد اثنين ثلاثة اربعة جذي عمزين. بعدين اذا كان عندك مثلا اكسر احسر الكراش لان ما فيه ديتا. فنتبهوا المشكلة هذي. رح تصير معاكم واحد اذا نزلتم السابور بعض احيانا نزلت بعنوات ناقصة. او مثلا فيه خطأ يصير. فراح يصير عندك كراش لبرنامج. فدائما خل البرنامج يكون يعني ذكي ان يتفادي المشاكل هذي بـ F-ELS. انزين. شون فائدة التاق من اللون طبعا. فائدة التاق انه بعدين بستدعي البطن هذا. مثلا بعدها يكون فقر ما الكالر او شي اقدر من خلال التاق. ليش خليتها بـ 1-2-0 راح يصير الصفحة الرئيسية. قيمتها صفر. او 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 بجكت ثاني صفر. فحاول دايما التاقز المات الشابه. يعني مثلا هذي البطنز حيث سويتهم بـ 1-1 بطنز مجموعة ثانية سويتهم بـ 2-100. عشان خل الارقام بعيدة. فهم ما يهم بالارقام الكبيرة. يعني لو تحط مليون ما يفرق عنده. نزين. للرقم يعني ثابت بس عشان تتعريف. لا تحاول تخلي الارقام تشب بعضهم اني غيرنا حجم الخط. نزين. راح سوي رن. راح اوقف فيديو عشان سر الوقت. الاحين نرد الاشتراس ميتر. شوفوا رقم 1-2-3-4. نزين. هني في عندنا خمسة ليس. هني حطينا اصغر من. الحين راح يطلع الخامس. نزين. هذي رقم خمسة. في حال حطينا ستة. شوف راح يصير كراش. شوف راح يصير كراش. نزين. انا الحين. عندي نفس المشكلة هذي. بس عندي كودات. صار عندي يعني اللينفلين مالي. وصلتها تاف سطر. انا شلون بعرف اي اري فيهم. نشوف ما يكتب لي اسم الاري مني. يقول لي الاري عندك. اندكس خمسة. ونت الاندكس ما لك حدا بين صفر لي اربع. نزين. فراح تسوي شنو. تروح هني لبريك بوينت. نو بريك بوينت سنتين. مثلا انا ما حظت. مثلا في ناس تحط بغير. تروح للبلاس. اد اكسبيشن بريك بوينت. هلو. هاد رايح تضلع لك اي اري بالضبط رايح تسيبين مشكلة. رايح حط لك علي لان شوف. هين. شوف حط لي عليه ان هذا الاري اللي في المشكلة. هاد اللين. نزين. فانعطه راح عرف ان هذا هو الاري. فحل مثلا بعرف تم اوبجيكت. بس راح يطلعي لها تطلعي تم اوبجيكت. نزين. راح يطلعي كل اوبجيكت شنو فيه وكل واحد هندكس هذا ما له وهذا قيمته. نزين. مثلا خنقول الابي مثلا هني ما قم يطلع لي. عادي تحت يطلع لك نفس الشي. نزين. البتن اعداداتك رايح تلقاه هني. اذا رحت علي مثلا. راح تضع لك الا اي دي ما للماخته وكل شي. حلو. اه اتمنى انكم استفدتوا. ونطرون ان شاء الله بالدرس لياي. واتمنى اللي اند اي مشكلة او شي. اكتب لي تحت بالكومنت. عشان ان شاء الله اعطي الحل من خلال الفيديو اسوي له ان شاء الله. والدرس له ان شاء الله بيكون عن قواعد البيانات الداخلية في التطبيق. وشكرا لك.